موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي ربما قبل يعني خلال الأسبوع الماضي وكعدته بين حين وآخر بين يوم وآخر يخرج علينا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في أحاديث وتغريدات ما يسمونه تعليقات عديدة من بين هذه يعني خلال الأسبوع الماضي خرجت له تغريدة أو حديث على أحد وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا في تويتر قال بي بالنصة أقرأ لكم قال أنه يعني ما معناه تم تشكيل لجنة مهامها الكشف عن مصير القائد المغيب موسى الصدر ولن نعلن عن أسمائها حاليا ولتبدأ الحملة بعملها فعملها فيها الأجر الكبير والنفع العظيم هذا ما قاله مقتدى الصدر طبعا لمن لا يعرف موسى الصدر مولود عام ٩٨٨ وهو لبناني رجل دين وسياسي لبناني وهو من أسس في لبنان ميليشيا معروفة ميليشيا حركة أمل ربما كان واحد من الذين وضعوا البذرة الأولى العمل لميليشياه في لبنان اختفى عام ٧٨ يعني قبل ٤٣ سنة أين اختفى وهذه القضية طويلة وعريضة وفيها الكثير من الأحاديث لكن وهو من أسس ما يسمى بالمجلس الإسلامي الشيعي في لبنان يعني هو مؤسس بعد ٣٣ سنة يشكل لجنة للبحث ولتبدأ تبحث عن مصير هذا في نفس الوقت مقتد الصدير يقول أنا عراقي وهمي عراقي وكل وقتي ودمي وروحي في دائل العراق طيب ما في العراق هناك يعني مئات الآلاف من المغيبين والمختفين لماذا لم تشكل لجنة؟ لماذا لم نسمع؟ بك تشكل لجنة للبحث عن أهلك وأنت تقول هؤلاء أبناء جلدتي أهلي هذا واقع الحال تشكل لجنة وبحث عن أهلك أنت تبحث عن رجل لبناني ودول تبحث عنه ومخابرات وأجهزة وأكو مصائل كبيرة في هذا الموضوع لكن أن تبحث عنه لأنه ما أعرف شنو الغرض من هذا الموضوع في نفس الوقت أنت تقول أن العملية السياسية تقوم علي وأني يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم من التيار الصدري ولا بناء للعراق ولا أصلاح إلا بالتيار الصدري إذا التيار الصدري هذا الذي تقوده أنت لا يعرف الحديث عن المغيبين في العراق أكثر من يعني من 250 ألف ربع مليون مغيب ومختفي في العراق منذ عام 2006 لحد الآن اللماء المتحدة تقول العراق خزان رهيب لأكبر مغيبين في العالم اللماء المتحدة تقول ذلك وأنت يعني تتحدث عن عن وصير شخص واحد يعني يبحثون عنهم يعني فقط في السجون هناك أكثر من 150 ألف مغيبين لا أحد يعرف منهم ثلاثة ألاف الأنبار بديالة ألفين في يعني ربما ثماثة ألاف واحد في الموصل بعد 2014 هذا فقط في الموصل وبالتالي يعني أعداد كبيرة جدا جدا من المغيبين في السجون السرية في القراب والدمار وأهلهم يطالبون ويقفون في الشوارع يبحثون عنهم وفي كل مكان وأمهاتهم وأباهم يعني هذا ميتس ضميركم وأنا أخليكم تبحثون عنهم لكن موسى الصدر يعني تبحثون عنه وتشكل لجنة وتبشر الشعب العراقي بأنك شكلت لجنة ما أنت عراقي تقول وتخاف على العراقيين وذول أبناء جلدتك فلماذا لا تبحث عن العراقيين أبحث عن ذول اللي بالسجون والمغيبين وبالمقابر الجماعي الميليشيات اللي قتلتهم وغيبتهم سجون سرية مصيبة كبيرة أبحث لماذا تقول الأمم المتحدة أن العراق أضخم مستودع المخفيين قصرا في العالم لماذا تقول يعني جاوب من العراقيين هذا وقع الحال الحقيقة هذا العراق يعني هذا وضعه يعيش بهذه الملسات الكبيرة وأنت تبحث عن شخص قد غاب منذ 43 سنة ولا أحد يعرف مصيره ودول كثيرة لبنان وليبيا ويطاليا ومعرف منه من عام 1978 الناس الآن يعني هو مواليدة 928 بغض النظر عن هذا المواليدة وعمره وين راح وين يجي بس أنت تبحث عن شخص واحد والمفروض أنت قائد عراقي وتقول أنا قائد عراقي وأن العملية السياسية بذمتي ورقبتي وذمتي تياري ونحن لازم نصلح العراق وجزء من اصلاح العراق هو هؤلاء هؤلاء المغيبين هؤلاء المخفيين قصرا وللأمم المتحدة تقول مستودع أكبر مستودع في العالم للمغيبين مختفين قصرا العراق كيف ذلك يعني ليخبرنا مقتد الصدر يعني من هو المهم أكثر فقط في تظاهرات تشرين لحد الآن أكثر من 75 حالة إخفاء قصري لناشطين ومدنيين من ساحة التظاهر منذ عام 2016 لحد الآن هذا أقل شيء والباقي بالآلاف والناس تبحث عنهم في الأنبار وفي الموصل وفي ديالا وفي بغداد وفي أماكن كثيرة وأنت ذاهب لتشكيل لجنة وتبشر العراق بتشكيل لجنة للبحث عنها ولن أخبركم بإسماءهم ما لسا في الشديد يعني هذا واقع الحال يعني لا بواكية للعراقين الحقيقة أهل العراق عليهم أن يدفعوا ثمن كل كل السوء الذي جاءهم منذ عام 2003 لحد الآن وتحملوا قبل ذلك الكثير وتحملونه وتحملوا بعد ذلك الكثير يعني تحملوا قبل الاحتلال وتحملوا بعد الاحتلال والمصيبة كبيرة وتكبر كل يوم والكارثة تكبر والكل يتاجر بأهل العراق ودماعهم مع الأسف الشديد هذا حال العراق وليس للعراق إلا الله وإلا جهودهم واعتمادهم على نفسهم وإرادتهم في التغيير الحقيقي لمن يهضم حقوقهم ولمن يتجاهلهم بهذه الطريقة أشكركم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استبدعكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة